أكد رئيس هيئة قناة السويسة الفريق أسامة ربيع أن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة الجاري تشغيلها من قبل شركة أنتي بوليوشن إيجيب خلال الفترة المقبلة ستكون هي التكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال جمع وإدارة المخلفات البحرية وخلال جولته التفقدية لمصنع شركة أنتي بوليوشن العالمية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة باليونان أربى الفريق ربيعا تطلعه لأن تصبح شركة أنتي بوليوشن إيجيب الجاري إنشاؤها المنصة المستقبلية الواعدة لتقديم خدمات إعادة تدوير المخلفات البحرية لسفن العابرة للقناة وفق التكنولوجيا الأحدث عالمية وتكسيدا لأن موذج المستدام الذي يتوافق مع جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء زرززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززこزفر العالمين 적 Luiza ترجمة نانسي قنقر